السلام عليكم ورحمة الله استرس زيرو بعد هذا الشاي من سمع عن شاي ليمون بالما أو الميليسا ما تكلمناش عنه قبل كده يهدي الاسترس جدا يقل الأعراض زيادة الغدة الدرقية وينوم كالأطفال شاي لازم هو يدخل كل بيت عندي كلمة مهمة قوي أول الحلقة استمعوها بانتباه شديد وبعدين ندخل في حلقة الهدوء مع شاي الميليسا أنا كريم علي وانت بتتفرج على فكرة تاني نتابل بعد الفاصل استعدوا ريلاكس يلا بينا لن نسمح بوجود اي فيديو خارج ما تنص عليه الWHO داخل هذه المنصة مشكلتنا في هذا العصر الاسترس الاسترس اللي بيعلي الكورتزول اي حاجة تخليك هاد الصبح ورايق الصبح تساعد على عمق النوم بالليل اهلا بيكم انا مختفي ليه الفترة اللي فاتت من اليوتيوب لان الصراحة اليوتيوب بعت لكل الناس اللي بتتكلم في الطب البديل وقال لهم بمنتهى الصراحة لن نسمح بوجود اي فيديو خارج ما تنص عليه الWHO داخل هذه المنصة رسالة صريحة ابتدت فيديوهات فعلا من القناة تتحذف ومرة بعد مرة ممكن يقفلوا القناة خالص هما ما يعرفوش هما بيتعاملوا مع مين احنا لو نزلنا كلمنا الناس في الشارع فرد فرد مش هنتوقف عن الرسالة اللي احنا ابتدناها هحطولكوا روابط الفيسبوك والإنستجرام وتويتر بتاعي وسنابشات واهم منهم www.ficretani.net دايما هتعرفوا تلقوني لو حصل اي مشكلة في اليوتيوب اي فيديو انزلوا بعد كده اعملوا دونلود فورا على الكمبيوترات بتاعتكو الفيديوهات اللي تهموكم من القديم اعملوا لها دونلود لغاية ما نلاقي مكان نقول في صوت حر بعد ما اتمنع اي وقاية اي طب بديل اي شيء لا توافق عليه منظمة الصحة العالمية او خارج منظمة الصحة العالمية هيبقى سينسورد او ممنوع الكلام فيه لن يكمموا الافواه وحتى لو لقتوني بعمل مطبخ كريم او صفرة كريم هيوصلو كلنا عايزو وسط الكلام وانتو فاهمين لن تكمم الاصوات وهنتكلم يعني هنتكلم بدام في مصلحة الناس ادخل بقى في حلقة مهمة اوي الشاي الميليس او اللومون بال مشكلتنا في هذا العصر الاسترس الاسترس اللي بيعلي الكورتزول فالمناعة تروح في ستين دهية والهضم يروح والتكاثر يروح وتبقى تنشن وما تعرفش تنام في حاجة في المخ ربنا خليها اسمها جابة الجابة دي عبارة عن ناقل عصبي لما يبقى موجود تبقى ريلاكس ولما يبقى موجود تعرف تنام ولما يبقى موجود عضلاتك ريئة ومرتخية ولما يبقى موجود ما يبقاش فيه قلق وتفكير في بكرة وينرفز على الفاضي والمليار لما الكورتزول بيعلى الجابة بيقل فهو ده احد اكتر الحاجات اللي الجسم بيعملها دفاعا عن الكورتزول بعد مرة ولكن الناس اللي عايشة في استرسة على طول بح الجابة ما بقيتش موجودة حبيبنا شاي الميليسا اللي المفروض نشربه مرة قبل النوم هو زي زفون زي عشبة القديسين كلها حاجات مهدئة ولكن ده من اعظامهم هقولوكوا ليه اول حاجة ايه فوايد شاي الميليسا اول حاجة قبل بابتدي في الفوايد هو من نص ساعة لساعة يبتدي تأثيره انا اوصي بالشاي بقى في كل بيت الناس اللي عندها المشاكل اللي هتكلم عليها دلوقتي الجرعة المسبوح بيها 500 ميلي جرام كابسولة قامن لغاية 6 شهور شاي الميليسا ناخده ايه يا دكتور قبل النوم ادخل في الموضوع حاضر واحد لما يزود الجابة يضيع القلق والوسواس يهدي اعصابك يقل الكورتزولك فبشكل غير مباشر يحسن المناعة بشكل غير مباشر يحسن الهض بشكل غير مباشر يحسن التناسل وانتو فاهمين واحد اثنين اي حاجة تخليك هاد الصبح ورايق الصبح تساعد على عمق النوم بالليل فيه حاجتين بيعملهم شاي الميليسا اول حاجة بيقلل الجابة فتنام كويس حاجة هو نفسه في ميلاتونين كابسولات اللي بناخدها قبل النوم ده فيه هو نفسه ميلاتونين مش بيساعد على افراز الميلاتونين وحاجة كده خارجية اكتر اكلة على وجه كوكب الارض فيها كمية ميلاتونين لدرجة انك ممكن وانت بتاكله اسحى وصلت ايه؟ ما تكلمش عليها قبل كده احد انواع الفطر اسمه فطر الشاجة ممكن لو عايزين حلقة عنه اكتبولي فيه التعليقات تحت فطر الشاجة من اقوى مضادات الاكسادة في العالم وفيه ميلاتونين بالكيلو في فطر الشاجة ارجع للموضوع يبقى القلق والوسواس تاني حاجة تحسين النوم تاني حاجة تقليل الالم كابسولات الليمون بالم او زيت الليمون بالم على اي مكان يقلل الالتهابات ويضيع الالم لو احنا جربنا الزيت الليمون بالم طبعاً الزيت اللي بتحط في الفواح الزيت اللي يستخدم للفم لو خدنا نقطتين على كوباية مية لتأثير جميل اوي على ارتخاء الجسم وذهاب الالم فيه سيدات في اسناء الدورة بياخدوا كابسولة ليمون بالم بيضيع الام الدورة او انا الافضل اشرابي ليمون بالم لو عندك الام الدورة او عندك الام في الظهر بس بس ما ينفعش يبقى فيه اي الام في الجسم وناخد مسكن الا لما نوصل ايه السبب ما ينفعش نخب الأعراض وفيه سبب جوه الحاجة اللي بعد كده من جماله انه بيحسن الهضم ودي كنت عرفته ليه بالرغم انه بيحسن الدورة الدموية في الجهاز الهضمي ولكن تقليل الكورتزول بيحسن وظيف الجهاز الهضمي زي ما قلنا ضد الكورتزول يبقى الهضم بيتحسن بشكل رائع فهو عنده حاجتين مكان ما بيتشرب بيحسن الدورة الدموية ولما يدخل الدم يقل الكورتزول الدم يجي اكتر واكتر فيحسن الهضم بشكل كبير حاجة بعد كده مضاد الالتهاب يعني في بعض المراهم من الليمون بالب او بيعملوه زي الكريم بيتحطى على المفاصل او الاماكن الملتهبة بيضيع الالتهاب من مكان الالتهاب وطبعا هرجع نفس الكلمة اي حاجة تقليل الكورتزول تزود المناعة وتضيع الالتهابات نقطة بعد كده من جمال الليمون بالب انه هو مدر للبول لو انت عينك منفخة لو انت اكلت سكر كتير لو الجسم بيعبي مياه لأي سبب الليمون بالب قولنا قبل كده اي حاجتين بينزلوا المياه من الجسم هحطى لكم حلقة ازاي تفقد السوائل من جسمك الزيادة ولكن قولنا ايه الهندباء البقدونس والهليون كده رابح حاجة بتنزل المياه الزيادة من الجسم او مدرة للبول بشكل طبيعي شاي المليسة الرائح نقطة بعد كده وديه من اهم نقطة على الاطلاق الناس اللي عندهم هايبرثيروديزم الناس اللي عندهم الغده الدرقية ناشطة عندهم جويتر عندهم العين اللي بتخرج بره والضغط العالي والعرق الكتير من اكثر الحاجات ولسه كنت عامل دورة في الغده الدرقية عشان تتابعوا الدورات القادمة والأيام دي فيه تحدي تلاتين يوم لتغيير حياة ناس كتير هعطيلكو دايما رابط التحديات الجديدة في وصف الفيديو ده بيعمل ايه؟ ده بيمنع عمل هرمونات الغده الدرقية عشان كده اي وحده الغده الدرقية ضعيفة اوعي تقربي من شاي المليسة تحذير واضح ناس اللي عنده هرمون بزياده ده بيوقف الهرمون بيوقف عمل الهرمون بيوقف مستقبلات الهرمون فشاي المليسة من اكتر الحاجات بس بناخدها كابسولات او شاي مرتين ثلاثة في اليوم هو والشاي الاخضر من اكتر الحاجات المفيدة في تقليل هرمونات الغده الدرقية للناس اللي عندها زيادة خلاصة حلقتي ان شاي المليسة اللي بيزود الجابة يخليك اكثر ارتخاء احسن في النوم لسترس يقل بشكل كبير ونتايج لسترس المزمن تقل بشكل كبير يخليك واثق من نفسك ونومك هادي دخلوا شاي المليسة في كل بيت وخصوصا الناس اللي عندهم غدة درقية زيادة شايروا هذي الحلقة واعملوا داون لود هذي الحلقة وهتلقوني في كل مكان لا تقلقوا وفي الاخر وما توفيقي الا بالله علي توكلت وليه يونيب السلام عليكم باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر